اجرى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالدولة والقوات المسلحة الكورية وذلك خلال زيارته الرسمية الى سول على رأس وفد عسكري رفيع تناولت دفع علاقات التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الكورية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين كما التقى بالسيد سونج يونج مو وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه المستجدات والمتغيرات على الساحتين الاقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين كما التقى الفريق اول صدقي صبحي بالسيد جون جي جوك وزير ادارة برنامج مشتروات الدفاع الكوري والسيدة كانج كيونج وا وزيرة الخارجية الكورية تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وكان القائد العام للقوات المسلحة قد استهل زيارته بوضع اكليل من الظهور على النصب التذكري لشهداء كوريا بالمقابر الوطنية وسط العاصمة سول ترجمة نانسي قنقر